بالمبدأ أنا مواطنة لبنانية متزوجة بالمحكمة الجعفرية زواجي دام تسع سنين عندي صبيان تعرضت لأكتر من نوع عنف وصولا لمرحلة محاولة الخنق لجأت للمغفر يلي هو أقرب شي على البيت وعملوا محضر وتحول من المغفر تحولنا للمحكمة الجعفرية بدعوة نفقة وبدعوة مشاهدة الهدف هو الطلاق بس ما فيني أرفع دعوة طلاق دغري بيقول لي الشيخ لأ ما فيكي بنعمل هيك لحتى هو يقبل يطلق بلشنا بالدعوة وصر لي ستة شهور بالمحكمة صر لي ستة شهور ما قدرت حصلت لا على حكم بالرؤية ولا على حكم بالمشاهدة المؤقتة لبين مصادر حكم الرؤية ولا على حكم بنفقة ما استفدت أبدا لحد هلأ من المحكمة صر لي ثلاثة شهور ما شايفي ولادة ولا سامعة صوتهم بس وقفت قدام القاضي بالمحكمة وقف الزوج قال له بدك تطلق قال له لا طلع فيني وقال لي أوكي من أجل الجلسة الجلسة الثانية نفس الموضوع بدك تطلق قال له لا قال له أوكي من أجل الجلسة والجلسة الثالثة نفس الموضوع ليه لأنه هو إذا ما بده يطلق أنا ما بتطلق بينما إذا أنا كانت مش موجودة وهو بده يطلق بيقدر يطلق ليه لما ليه لما بدنا نكتب الكتاب بدنا نتزوج بيسألني هل تقبلين به زوجا لك على مهر وقدره وإلى آخره بياخد رأيه بالزواج بياخد رأيه بالطلاق لا بالزواج ما بيقبل الشيخ يكتب الكتاب إذا ما كان عم يسمعه ويشوفه شخصيا قدامه لحتى تقول له نعم لحتى يكتب الكتاب بالزواج لا بالطلاق لا هو بيقدر يطلق ساعة البده أو ما يطلق ساعة اللي بده بقدر أنا أتجرجل على المحاكم متل ما هو بده ويتعلعل ويتعذب إلى آخره كان ابني موجود بالجلسة الإخرانية جابوا معه على المحكمة ما كان يخليه لا يقرب علي ولا يسلم علي ولا يبوثني ولا يغمرني أنا كنت محتوطة بموقف أنا وإياه قدام بعض ما قادر ابني يركض لعندي ويغمرني عايش السعادة بكبت أنه هو شايف أمه اللي صار له زمن ما ما قرب عليها ما شايفها مبسوط من جوا بس ما قادر يبين عن هيدا البسط هون إحنا عنا عنف على الولاد كمان هون الطفل بحد ذاته عم يتعنف عدا عن أنه المشكلة بين الزوج والزوجة أنا وفالة من المحكمة قال له القاضي ولو خليه بوث أمه يعني القاضي يلي هو أصلاً إله الحق أنه يفرض قرار على الزوج كان عم يترجى الزوج بمكان ما أنه ابني يبوثني ابني يلي هو أطعى مني يقرب يغمرني أنا صار بدي إذن إذا بقدر شوفه أو بقدر بوثه أو بقدر أغمره نحن بمجتمعنا بطلنا عم نحكي عن تمييز بين رجل ومرأة بالأول أوكي كان الرجل مميز عن المرأة الرجل هو السلطة الأعلى بيده كل شيء وما زال بس نحن هلأ وصلنا طبعاً لقانون الأحوال الشخصية اللي تابع لكل طائفة وصلنا لمرحلة فيه تميز بين المرأة والمرأة أنا كمرأة أنتمي للطائفة الشيعية بقانون الأحوال الشخصية مميزة عن مرأة أخرى تابع على قانون أحوال الشخصية لطائفة مسيحية أو لطائفة سنية أو لطائفة ذرزية نحن صار فيه تمييز بين مرأة ومرأة بيناتنا نحن ومتل ما بلشت الحديث بالأول أنا كمواطنة لبنانية بحقق لي لأني بنتمي لدولة لبنان أنه لبنان الجمهورية اللبنانية الناس المعنيين بالدولة يحطوا قانون موحد للأحوال الشخصية أنا أخضع لهذا القانون أنا بحقق لي كمواطنة لبنانية أخضع لقانون موحد أنا وأي سيد من السيدات فنحن موجودين هون أنا شخصياً وكل السيدات لحتى نطالب بقانون موحد للأحوال الشخصية ينصفنا وبنفس الوقت ما يميز بيناتنا بين مرأة ومرأة يعني يكون في تساوي بين النساء بهذا القانون نحن موجودين هون نزلنا على الأرض لنوصل صوتنا بهذا لحتى نحصل على هذا القانون بدي يقول بس للمرأة أنت إليك الحق أنا ما كنت أعرف أن أنا قالي الحق أنا أنت مات لمؤسسة معينة لجمعية قدرت تعرفني شحوقي تعرفني أنا وين إلي حق وما إلي حق وين فيني طالب وما فيني طالب أنت إليك الحق في كتير نساء أنا بعرفهم أصلاً نايمين هلأ ببيوتهم وما عم يسترجوا يقوموا ويثوروا لأن المحكمة ما بتخدلهم حقهم لا بتشوفوا خلاص أنا إذا بدي قوم أطلع من البيت المحكمة ما رح تخد لحق لا فيني شوفوا لدي يمكن أهلي كمان ما يعودوا لأنه الطلق شي غلط بمجتمعنا ما فيني شوفوا لدي ما فيني أحصل على حكم النفقة ما فيني أحصل على شي بتقول لك لا خلص خليني أقعدي بالبيت إليك الحق إيد بإيد أكيد رح نوصل لحطة نغير هذا القانون شكراً